السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات المدارس السنوية الصناعية مستقبل مصر الصناعي والتكنولوجي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة التركيبات القهربية للصف الثاني السنوي الصناعي تخصص تركيبات ومعدات قهربية إن شاء الله مع بعض النهاردة هنستكمل جزء كنا ابتدينا فيه في الحلقة الماضية وهو جزء خاص بالإضاءة الاصطناعية المستخدمة داخل المنشآت والمباني أو خارجها سواء كانت في الأماكن العامة أو وجهات المباني والمنشآت العامة نتذكر سريعا مع بعض زي ما تعودنا في كل مرة إن احنا نتذكر ما تم دراسته أو عرضه في الحلقة السابقة كلمنا في الحلقة الماضية عن أولا في التركيبات القهربية عن اختبارات التركيبات ومعايناتها واختبار الدوائر بكل أنواعها سواء كان أثناء التشغيل أو أثناء التنفيذ مع قبل التشغيل بالطيار الكهرابي أو بعد التشغيل في العمليات التشغيل المستمرة من خلال ما يسمى بالمواصفات الموضوع طبقا للكود القهرابي المصري كلمنا عن هذه الاختبارات معرضناها بشكل كامل واتفقنا إن هذه الاختبارات بتتم تبقى للمواصفات بدون الخلل بترتبها أو بدون دخول أي عناصر أخرى خارج هذه المواصفات كلمنا برضو ابتدينا نوهنا شوية عن الإضاءة الاصطناعية وإزاي هيتم توظيفها في المنشآت أو في الأماكن المختلفة ودي حاجة مهمة جدا من العناصر اللي يجب مرعاتها أثناء العمل في مجال التركيبات القهرابية مجال الإضاءة مش مجرد بس إن احنا نعمل مجال الرؤية إن احنا نحط مجموعة من اللمبات ومجموعة من المصابيح لمجرد إضاءة المكان عشان نشوف وخلاص لأ أو لمجرد تزيين وجهة مثلا أو تزيين مكان عام لأ احنا بنشوف الكلام دوت آه ولكن بيبقى خلفه أو وراء مجهود وعمل مهم جدا سواء كان من حسابات وتصميم وتنفيذ وناس بتبقى مدربة فنيا بشكل جيد جدا عشان نعمل هذه الحسابات ويعمل هذه التصميمات عشان تخرج في الشكل النهائي اللي حضرتك بتشوفه في النهاية طيب الإضاءة مش لمجرد فقط توضيح لمجال رؤية أو تزيين أو إضاءة شارع أو إضاءة مكان حضرتك قاعد فيه لأ ده ليه عوامل أخرى يجب مراعاتها العوامل دي منها اللي بيحافظ على سلامة العين أثناء الرؤية مش لمجرد فقط إن أنا بشوف حاجة أو بقرة كتاب أو بذاكر أو بشوف آه مصرحية على خشبة مصرح أو بشوف مثلا ماتش آه في استاد أو في صالة رياضية أو بنشوف وجهة مكان أو آه آه وجهة ملونة بشكل جميل لأ ده ليه عوامل أن أنت من ضمنها كمان يتم الحفاظ على مدى الرؤية وعلى سلامة العين كمان توضيح زوايا الرؤية بكل اتجاهاتها وباختلاف الزوايا بتاعتها توضيح الرؤية في الأماكن آه المهمة زي مثلا غرف العمليات غرفة العمليات الجراحية آآ الصلاة الرسم الهندسي آآ الصلاة الرياضية آآ الماكن العامة والشوارع حضرتك لما تبقى ماشي في مثلا سائق العربية بتاعتك وماشي في الشارع مش هينفع ان انت تبقى درجة الإضاءة اللي جاية من أعمدة الإنارة او اللي اللي تبقى في وشك تبقى إضاءة صادمة او يبقى فيها ما يسمى بالوهج او العالي فتسبب لك عدم رؤية جيدة تخليك ماشي ما انتش قادر تشوف الإضاءة اللي قدامك فممكن يحصل مشاكل خطيرة جدا عدم توظيف الإضاء وزبط زوايا الإضاءة واتجاهاتها وحساباتها وكمية الإضاءة المستخدمة في هذا المكان باللومن او التضفق الضوء اللي موجود باللومن بشكل جيد ممكن بيقدي لمشاكل بعد كده ممكن تبقى مشاكل خطيرة في بعض الوقت لا قدر الله زي التصادم والسقوط والمشاكل بعد كده ممكن أثناء العمل ما يبقاش انت شايف وانت شغال فتحصل مشاكل بعد كده احنا في غنى عنها طيب الإضاءة قلنا ان هي بتتقسم لنوعين من حيث الحصول على مصادرها اللي هي الإضاءة الطبيعية والإضاءة الاصطناعية الإضاءة الطبيعية وهي المصدر الأساسي ليه على وجه الأرض اللي ربنا منع لنا به الشمس الشمس هي اللي بتدينا احنا للضوء على الأرض وبتدي الضوء للأمر كمان عشان يستمد إضاءته منها خلال فترة الليل وبيبدأ الأمر واضح بالنسبة لنا ليلا طيب احنا بنعتمد في الإضاءة الطبيعية على الضوء بتاع الشمس في الإضاءة الصناعية والاصطناعية هي عبارة عن مصادر الإضاءة اللي بيتم صناعها من خلال صنع الإنسان زي المصابيح بمختلف أنواعها أي مصادر إضاءة بتعمل بالوقود زي زمان كده اللمبات اللي هي اللمبات الجاز والمصابيح اللي بتعمل بالزيت زي بتاعت زمان كل دي مصادر صناعية من حيث توزيعها أو توزيف مصادر الإضاءة فيه عند تلات أنواع الإضاءة الطبيعية إضاءة اصطناعية إضاءة مصرحية اللي بيبقى مزيج من مجموعة إضاءات مختلفة بتركيز أو بتوزيع أو عشان يخلق جو أو مزاج عام أو معين على خشبة المصرح أو مكان الأداء اللي بيتم فيه وده اللي باحنا بنشوفه في بعض أماكن زي قاعات الاحتفالات وقاعات الأفراح والقاعات للمؤتمرات في بعض الأضواء وبعض الإنرات اللي بتعمل بألوان مختلفة وبتركيزات مختلفة وبأماكن وبأشكال مختلفة عشان تدي جو معين داخل هذا المكان طيب في توزيع الإضاءات قلنا إن احنا لازم نراعي مجموعة من العوامل ما هياش مجموعة عشوائية أو بعمل عشوائي في توزيع الإضاءة العوامل دي كانت عبارة عن إيه؟ زي ما هنشوف كده مع بعض بالترتيب كده أول عامل من هذه العوامل عند تصميم الإضاءة زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة بتاعتنا هو أن تعطي المصابيح الفيض الضوء اللازم لتوفير مستوى الإضاءة المناسبة آه تمام يبقى كده أول عنصر واضح قدام حضراتكم على الشاشة هو أن تعطي المصابيح الفيض الضوئي اللازم لتوفير مستوى الإضاءة المناسبة للعمل الذي يتم في المكان تمام يبقى هنا على حسب المكان هل هو ترى فصل دراسي هل هي صالة رسم هندسي هل هي مثلا غرفة لاجراء عمليات جراحية في مستشفى هل هي مكان أمني مثلا بيكشف جهة مكان أمني مثلا حولين معسكر أو معسكر مثلا الأمني أو أيا كان هل هو صالة العب رياضية استاد مثلا صلاة مغطاة يبقى لازم رواعي أثناء التصميم مستوى الإضاءة اللي يناسب هذا العمل أن تكون الإضاءة متجنسة بقدر الإمكان أن يكون مستوى الإضاءة متقارب جدا في جميع أنحاء هذا المكان يعني مصادر الإضاءة اللي هيتم استخدامها يفضل بل يشترط أن يكون المستوى بتاع الإضاءة أو مصدر الإضاءة دوت وقدر الفيض الضوء اللي خارج منها يكون كله تقريبا إيه؟ مستوى واحد ويكون التوزيع بتاعها في جميع أنحاء المكان بشكل متناسب ومتجانس بحيث ما يسببش مشاكل في زوية الرؤية قال لا يوجد مصدر توهج آه مصدر التوهج ده مهم جدا وهنشوفه بعد كده أثناء العمل بتاعنا كلمة قال لا يوجد مصدر توهج يعني ما يكونش مصدر الإضاءة اللي احنا هنستخدمه بيسبب انبهار عالي جدا للرؤية فتيجي حضرتك تيجي تبص مش قادر تبص لمصدر الإضاءة أو تبص للمكان المضاء اللي بسبب التوهج الشديد اللي جاي من مصدر الضوء اللي بيسبب انبهار في مستوى البصر للإنسان العادي أن يتفادى مصدر الإضاءة بقدر الإمكان وجود الظلال الناتجة أهو ده اللي احنا نبهنا فيها شباب ناخد بالنا منه ما يكونش فيه توهج عالي ولا يكون فيه زلال يعني لازم الموضوع يبقى إيه؟ فيه بالانس كده بين الاتنين يبقى بقدر الإمكان أن يتفادى وجود الظلال الناتج عن سوء توزيع المصادر الضوئية بالمكان اللي احنا هنشتغل فيه طيب الجزء اللي بعد كده هنتكلم مع بعض عن طبيعة الضوء قبل ما نبدأ نعمل التوزيع والحسابات بتاعتنا طيب الضوء ده عبارة عن إيه يا شباب؟ الضوء دوت عبارة عن موجات كهرومغناطسية الموجات دي بتقع ما يسمى أو تقع دم ما يسمى بالطيف الكهرومغناطسي اللي هي حزم من الأشعة أو الأطياف الضوئية يبقى بنسمي الدوء عبارة عن موجات موجات كهرومغناطسية تقع دم ما يسمى بالطيف الكهرومغناطسي تمام؟ عبارة عن إيه بقى الطيف دوت أو الموجات دي اللي هي الإلكتروماغنيتك سبكترم ديت دي بتبقى عبارة عن حزمة من الموجات أو حزمة من الأشعة الضوئية بتتميز بأنها موجات مرئية لها تردد بنسميه ألفا وطول موجة أو طول موجة بنسميها جاما أو الرمز الاتيني جاما في الحالة دي بيكون الدوء ليه سرعة يبقى هنا بيكون في الحالة دي الدوء ليه سرعة اللي هي سرعة الضوء بتساوي تردد الضوء أو تردد الموجة بتاعة الضوء اللي هي الألفا مضروبة في الطول الموجي اللي هو الجاما وهنا يا شباب بيبقى عندنا سابت لسرعة الضوء اللي هو عبارة عن تلتمية ألف كيلو متر في الثانية الواحدة ودي تقريبا أسرع حاجة موجودة كسرعة أو كأجسام أو كأشكال ليها سرعة بتسير في الفراغ هو سرعة الضوء سرعة الضوء يبقى هنا سرعة الضوء عندنا تلتمية ألف كيلو متر في الثانية الواحدة عشان كده في بعض التطبيقات زي مثلا التطبيقات في الفضاء أو العمليات اللي بتتم في الفضاء والسفن الفضائية والمسافات بين الكواكب وبين الأرض مثلا والأمر وبين الأرض والشمس بين الأرض وكواكب أخرى بيحسب المسافة بالسنة الضوءية كسرعة بيقطعها لو هيقطعها مثلا المكوك الفضائية أو يقطعها السفنة الفضائية لهذا المكان كسرعة مقارنة بسرعة بسرعة الضوء اللي هي تلتمية ألف كيلو متر في الثانية الواحدة يعني بينتشر في الفراغ بسرعة مجرد ما تضيق المصباح أو تفتح المصدر أو يتوفر مصدر الدوق ده بيبدأ يتسير الطفل الضوئي أو يسير الموجات الكارومغناطيسية في الفراغ بسرعة 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة طيب هنا هنشوف بعض الكميات الضوئية والوحدات بتاعتها اللي لازم نعرفها جيدا قبل ما نتعامل عشان في الحسابات بتاعتنا لما نيجي نعمل توزيع ونيجي نعمل حسابات للتضفق والكفاءة المصابيح وتوزيعها والمسافات البانية بينها لازم نبقى عارفين الكميات دي جيدا والوحدات بتاعت القياس بتاعتها أول حاجة الضوء الضوء هو عبارة عن طاقة إشعائية تنتشر على هيئة موجات مستعرضة تنتشر بسرعة مقدارها 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة ده اللي احنا قلنا دلوقتي انه عبارة عن أشعة بتنتشر في شكل طيف كهرومغناطيسي بسرعة 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة التضفق الضوء أو الليمونس فلاكس ده بيبقى عبارة عن كمية الضوء المنبعثة من مصدر ضوء في الثانية الواحدة ويرمز له بالرمز F اللي هو اختصار فلاكس ووحدات كياسه هي اللومين يبقى التضفق هو عبارة عن كمية الضوء شباب اللي هيتم انبعاثه من أي مصدر ضوء موجود بتستخدمه خلاص؟ ووحدته هي اللومين والرمز بتاعه في القوانين بتاعتنا والحسابات اللي هنشوفها بعد كده هو الرمز F الكثافة الضوئية I بنرمز لها بالرمز I كلمة كثافة ضوئية معناها مقياس لشدة أو قوة المصدر الضوئي وبتعتبر هي معدل تضفق الطاقة الضوئية للمصدر الضوئي في اتجاه ما ووحدة قياسها هي الكاندلا أو الشمعة يعني انا هيخرج من المصدر ده قدي ايه عدد من خطوط الاشعة الضوئية كثافتهم يعني عددهم قدي ايه عدد الاشعة او الكميات اللي هتخرج او خطوط الضوء اللي هتخرج من المصدر ده هي قدي ايه وقوتها قدي ايه في اتجاه مصدر او في اتجاه نقطة محددة بتقاس بما يسمى بالشمعة او بالكاندلا طيب شدة الاضاءة ناخد بالنه فيه فرق كبير جدا ما بين الكثافة وما بين شدة الاضاءة ايه خلاص تعتبر شدة الاضاءة هي التضفق الضوئي لكل وحدة مساحة من سطح ما ووحدة قياسها هي اللاكس تضفق ضوئي لكل وحدة مساحة من سطح ما ووحدة قياسها اللاكس حيث الايه اللي هي شدة الاضاءة عبارة عن كمية الضوء او التضفق الضوئي اللي خارج من المصدر مقسوم على وحدة المساحة اللي هي الاريا او الايه فبتبقى وحدة القياس بتاعتها هي لومن لكل متر مربع ليه؟ عشان التضفق وحدة قياسه اللومن اللي هو الاف والمساحة وحدة قياسها سنتيمتر مربع او بالمتر المربع اللي هي الوحدات الطولية بس بالايه مربع على اساس نقطة طول فعرض فيبقى لما أسب تضفق على مساحة يبقى وحدة القياس هتبقى لومن على المتر الايه المربع يعني يا شباب الكلام دوت يعني انا دلوقتي على سبيل المثال في المكان اللي احنا عادين فيه فيه مصادر اضاءة موجودة حوالينا لما حب احسب شدة الاضاءة اللي خاصة بالمصدر دوت احد هذه المصادر بقولك الات طب هو انا عندي كم مصدر والله انا عندي اتنين تلاتة واحد بنقول كمية الضوء اللي خارجه من المصدر دوت او المصادر دي عدد اشعة الضوء او الفض الضوء اللي خارج منها اللي هو الفلاكس او الليمونس فلاكس او التضفق الضوء اللي هو رمزه اف اللي باللومن يطرى ساقط قدي ايه منهم على وحدة المساحة اللي انا عايزة ايه سعليها شدة الاضاءة يعني لو انا مثلا عايزة ايه شدة الاضاءة على مثلا الورقة اللي قدامي دي الورقة دي ليها مساحة ليها طول وليها عرض يبقى بالمتر مربع او بالسنتيمتر المربع طب كمية الضوء اللي سقطت على المساحة دي او الجزء بتاعي دي او اليونت او النقطة دي قدي ايه فبقول شدة الاضاءة في المساحة دي عبارة عن قيمة اللومن اللي نزلة من المصدر على مساحة هذا المكان او اسمه مساحة مكان العامل اللي نشغال عليه لان لو انا بحسب على الورقة دي غير لما بحسب على التربيزة او البنجي اللي قدامي بالكامل او لما بحسب على الغرفة اللي انا قاعد فيها او بحسب على المساحة الكاملة اللي احنا موجودين فيها كل ما زادت المساحة كل ما هتقل شدة الاضاءة اللي خارجها من نفس المصدر ليه يا فندم؟ قال لي بسيطة جدا تعال كده حضرتك بالورقة والقلم هنحسبها هنقول ايه؟ ان احنا اتفقنا ان شدة الاضاءة بتاعتنا بالورقة والقلم هنقول ايه بص حضرتك كده معايا هنقول ان شدة الاضاءة اللي هي ايه؟ تمام؟ اللي هي الاليمنياشن بتاعتنا بتساوي معدل التضفق اللي هو الليمينس فلاكس على المساحة اللي هي الاريا طيب اللي هي المفروض تبقى لومين على متر مربع لاحظ كده حضرتك العلاقة بين شدة الاضاءة وبين التضفق الضوء اللي خارج من المصدر وبين المساح شدة الاضاءة والتضفق اللي باللومين علاقة طردية يعني الاي تتناسب طرد مع الاف يعني ايه يا فندم؟ يعني انا دلوقتي كل ما زاد الاف او التضفق الضوء اللي خارج من المصدر هيزيد شدة الاضاءة تمام؟ طيب بين الاي اللي هي شدة الاضاءة والمساحة بتاعت المكان او مكان العمل بين الاي هنقول الاي بتتناسب عكسيا مع المساحة ليه؟ لان بص حضرتك كده شدة الاضاءة في البسط المساحة في المقام ده لو رياضيا مجرد رياضيا لنفس المصدر الضوء ما بيزيدش ولا بيتغير معايا فكلما زادت المساحة ده في المقام وده في البسط كلما زادت المساحة هتقل شدة الايه؟ الاضاءة يبقى المساحة لو زادت شدة الاضاءة تقل المساحة لو قلت شدة الاضاءة ايه؟ تزيد للمكان اللي انا هشتغل ايه؟ هشتغل عليه تمام؟ يبقى ايزا المساحة والتضفق والشدة الاضاءة بيربطهم علاقة ترضية بين شدة الاضاءة والفلكس ومعاكسية بين شدة الاضاءة والاريا او المساحة بتاعت المكان بتاعها طيب نرجع كده تاني للكميات والوحدات اللي معروضة على الشاشة يبقى هنا شدة الاضاءة هي التضفق الضوئي لكل وحدة مساحة من سطح ما وحداتها اللاكس او اللومن لكل متر ايه؟ مربع طيب الواحد دقات اللي بعد كده هنلاقي عندنا حاجة اسمها الكفاءة الضوئية او بتاعت المصدر الضوئي بتاعنا اللي يتبع عبارة عن ايه يا شباب؟ هي عبارة عن التضفق الضوئي لكل وحدة قدرة كهربية اه نركز بقى هنا في الحتة دي ناخد بالنا بعد اذن حضراتكم هنا التضفق الضوئي لكل وحدة كدرة كهربية يستهلكها المصدر الضوئي ووحداتها لومن لكل وط لو رجعت حضرتك للشاشة اللي ورا او للصفحة اللي ورا بص كده هنا شدة الاضاءة عشان كده قلت الحركة ركز او في النقطة دي شدة الاضاءة هي تضفق ضوئي لكل وحدة مساحة اه يبقى هنا عشان فيه وحدتين او فيه تعارفين ممكن يكونوا متقربين جدا تضفق لكل وحدة مساحة يعني اف على ايه لكن لما اجي اقول تضفق لكل وحدة كدرة يعني اف على وط على باور طيب معناه ايه الكلام دوت معناه ان حضرتك بمنطقة البساطة المصدر الضوئي اللي احنا هنستخدمه اللي هو ايا كان نوعه او ايا كان شدته المصدر الضوئي ده بيشتغل بطاقة كهربية او بباور بواط محتاج باور او واط اللي هي طيار وجهد ما احنا دلوقتي حضرتك المصدر الضوئي ده نرجع بقى وقول شغل الكهرباء المصدر الضوئي ده عبارة عن ايه اه تمام حد هيبقى قاعد يقول لي او استاذ ده حمل كهرابي ما احنا اتفقنا ان اي حاجة هتتعامل بالطاقة الكهربية وتشتغل بالطاقة الكهربية اسمها حمل كهرابي تمام الحمل الكهرابي ده عشان يشتغل محتاج ايه حضرتك بتجيب له مصدر كهرابي عبارة عن مصدر كهرابي المصدر ده عشان يشغل الحمل بيدي له كارنت او بيدي له طيار طب الطيار ده عشان يمشي من المصدر خلال السلك والمواصلات يروح للحمل فيشتغل محتاج حاجة تدفعه او تزقه تخليه يخرج من المصدر يمشي في المواصلات ويقابل المقاومة ويعديها ويروح للحمل اللي هو المصدر بتاع الحمل بتاعنا الكهرابي اللي بيدفع الطيار دوت او بيدفع الشحنات دي اسمها جهد كهرابي اسمها جهد ايه كهرابي يبقى اصبح عشان الحمل ده يشتغل او الاضاءة دي تشتغل او اللابتوب بتاع ده يشتغل او اي حمل كهرابي يشتغل قدامنا لازموا حاجتين لازموا طيار يوصلوا ولازموا جهد يدفع الطيار فيشغل الجهاز يبقى اللي اتنين ايه مع بعض فولت في امبير فولت في امبير بقت اسمهم وحدة وحدة اسمها الباور او القدرة الكهربية بتاعتنا اللي بتقاس بالوط كلام جميل جدا يبقى المصدر الضوء بتاعنا اللي ايه اللامبة العادية بتاعتنا او المصباح او ايا كان نوع المصدر عشان يشتغل لازموا دخل اسموا وط او باور طب خارجوا ايه حضرتك خارجوا اضاءة خارجوا ضوء تضفق ضوء خارج منه اشعة ضوئية طف كهرومغناطيسي خارج يبقى انا دلوقت لما بحسب الكفاءة دايما اي سيستم بحسب له الايفيشنسي بتاعته بعمل ايه اوبوت على امبوت اوتبوت على امبوت خارج على دخل عشان اشوف الفقد بين الاتنين قد ايه اشوف النسبة بينهم اتغيرت قد ايه فلو الخارج زي الدخل بقول ان الخارج قد الدخل فالاسمة خارج الاسمة يطلع واحد صحيح يعني 100% طب لو الخارج قل عن الدخل هتبقى جزء من الواحد الصحيح فيبقى النسبة المقاوية بتبدأ من سفر لمية في المية يعني واحد في المية اتنين في المية تلاتة في المية عشرة في المية تسعة تسعين وهكذا يبقى هنا كفاءة المصدر الضوئي خارجه على دخله طب خارجه ايه يا فندم؟ خارجه تدفق ضوئي يعني فيه الضوء فلوكس طب دخله ايه حضرتك عشان يشتغل؟ دخله باور كدرة بالواط يبقى الكفاءة الايفيشنس بتاعت المصدر الضوئي؟ لومين على واط لومين على واط كلام جميل نخش نشوف الوحدة اللي بعد كده بعد الكفاءة الضوئية اللي هي تدفق الضوئي لكل وحدة كاربية يستهلكها المصدر ووحداتها هي اللومين لكل ايه؟ لكل واط طيب الكمية اللي بعد كده خد بال حضراتكم احنا في بداية كلامنا قلنا هنتكلم عن مجموعة من الكميات الضوئية ووحداتها دي كلها كميات فيزيائية للضوء تخص الضوء كمية الضوء بقى اللي هي الكمية نفسها بتاعت الضوء اللي رمزنارها بالرمز كيو كيو هي الطاقة التي يعطيها مصدر ضوء معين في زمن قدره تي كيو اختصار كوانتوتي او كمية تي اختصار تايم لواء الزمن يبقى هي الطاقة التي يعطيها المصدر الضوء في زمن معين تي وتقاس باللومن ساعة يعني كمية التضفق خلال ساعة بحيث ان تكون الكيو هي عبارة عن رياضيا الاف مضروبة في تي يعني التضفق اللي هو باللومن مضروب في الزمن بالساعة تعايد كمية اللي بعد كده وهي السطوع او الاشراك اللي هي او اللي احنا بنقول عليها السطوع والاشراك اللي هي البرائتنس اللي بنرمزلق بالرمز بي ودي بتعتبر كسافة الضوء او الكسافة الضوئية لكل وحدة مساحة كسافة ضوئية لكل وحدة مساحة اللي هي كانت الاي الكسافة الضوئية اللي احنا كنا بنقول عليها ايه الاي لكل وحدة مساحة من مصدر الضوء في اتجاه عمودي على هذا السطح ويقاص بالشامعة لكل متر مربع تمام ماهي الكسافة الضوئية دي اللي هي كانت بالكاندلا او بالشامعة اللي هي كانت رمزها اي فيبقى السطوع او الاشراك اللي هو بتاعنا بيبقى عبارة عن اي على اي اللي هو الكسافة الضوئية على المساحة بالمتر المربع فيبقى وحدة قياسها الشامعة لكل متر مربع ولكن بيكون وحدة مساحة من مصدر ضوئي في اتجاه عمودي على هذا السطح يعني ايه فاندم الكلام دوت يعني حضرتك السطوع او الاشراك لما بنجي نحسبه لكل وحدة مساحة من مصدر ضوئي لازم يكون في اتجاه عمودي يعني لو جيت بص حضرتك كده على الورقة بتاعتنا نشوف كده حاجة بسيطة نوضح بيها الكلام دوت يعني ايه يا فاندم الكلام دوت يعني لو انا عندي مصدر ضوئي زي كده اهو هرسمه قدام حضرتك دلوقتي المصدر ده عبارة عن ايه اهو مسلا مصباح ايا كان خارج منه الاضاءة بتاعته وده السطح ده السطح هو اللي احنا شغالين عليه حضرتك عشان تحسب الاشراق او السطوع او بتاعنا دوت بتحسب كسافة الضوء اللي خارجه من المصدر ده في اتجاه عمودي على المصدر في اتجاه عمودي على المصدر يعني يكون الشوعة الضوء اللي خارج عامل زاوية تسعين درجة مع السطح العمل اللي انت شغال عليه فبنقول في الحالة دي ان البرائتنس او البي اللي هي الاشراق او السطوع بيسوي حاجة اسمها الاي اللي هي الكسافة الضوءية على الاي اللي هي وحدة المساحة فيبقى القياس بتاعه هي شمعة على متر مربع او كاندلة على متر مربع اللي هي وحدة التدفق او وحدة اسف الكسافة على المتر المربع اللي هي وحدة الايه المساحات بتاعتنا فهنا عشان نحسب الاشراق او السطوع لازم يكون الاتجاه بتاع التدفق او اتجاه الكسافة بتاعنا في اتجاه عمودي على الايه سطح المكتب او سطح العمل بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه طيب نرجع تاني يا شباب للوحدات بتاعتنا والكميات اللي احنا هنشتغل عليها فبالتالي هو زي ما قلنا ان بتاعنا بيبقى اي على الايه قوانين بقى الاضاءة وهنا هنبدأ جزء مهم جدا جدا في الحسابات وفي التوزيع اللي هنشتغل عليه فيما بعد لما نيجي نوزع ونحسب الاضاءة في الاماكن المختلفة اول قانون من قوانين الاضاءة وهو قانون التربيع العكسي ده قانون رياضي يا شباب بيربط بين ابعاد وزوايا فبنستخدمه في الاضاءة على انه قانون بيقول ايه تتناسب شدة الاضاءة على سطح ما يقع عموديا على اتجاه الكسافة الضوئية بص كرة حضراءك زي اللي احنا رسمناها من شوية تتناسب شدة الاضاءة على سطح يقع عمودي على اتجاه الكسافة الضوئية تناسبا عكسيا مع مربع المسافة بين السطح والمصدر الضوئ يعني ايه فندم الكلام ده بص حضرتك للرسمة دي لو اعتبرنا ان النقطة اللي قدامنا دي هي عبارة عن نقطة بتاعة مصدر ضوئ او لائد سورس بتاعنا المصدر الضوئ بتاعنا والاضاءة بتاعته خارجة ايه في اتجاهات مختلفة هنا بقول ان كسافة الضوء او شدة الضوء اللي خارجة من السطح على السطح بحيس انها تكون عمودي على المصدر الضوئي بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المصدر والنقطة يعني ايه يا فندم معلش حضرتك نيجي كده على الورقة والقلم ونشوف حل الكلام دوت او توضيحه هيبقى شكله عامل ازاي معانا نبص يا فندم التوضيح بالورقة والقلم عندنا مصدر ضوئي بالشكل ده ادي النقطة هي مسلا مصباح بيطلع ضوء ده المصدر السورس بتاعنا خلاص وهنا عندي سطح السطح ده ايا كان من ضدة مكتب غرفة فناء ايا كان بنقول ايا يا شباب بنقول ان الاضاءة او شدة الضوء اللي سقطة من المصدر ده بس تكون في اتجاه ايه في اتجاه عمودي زيها زي البرائتنس كده زي ما هنعمل زي البرائتنس طيب الضوء اللي خارج ده او شدة الاضاءة اللي خارجها دي من المصدر للسطح بتاعنا او للنقطة بتاعتنا ولتكن النقطة دي هسميها مثلا نقطة ايه او هنسميها نقطة ايه سمول كده عشان افرقها بينها وبين الاريال يال ايه كابتل نقطة ايه النقطة ايه دي تكون عمودية في اتجاه على المصدر يعني عاملة زي كام تسعين درجة بنقول حضرتك هنا ان قانون التربيع العكسي بيقولي ان ال ايه اللي هي شدة الدوق بتتناسب هي في القانون بتاعها عبارة عن الاي مقسوم على ار تربيع طيب يعني ايه يا فاندم ده انت ايه اللي قبل كده ان ال ا كانت بتساوي اف على ال اتربيع صح كده على وحدة المساحة فكانت بتساوي لومين على المتر المربع او كانت الوحدة بتاعتها كانت اسمها اللاكس صح كده طيب ازاي بقى حضرتك حولت ان تبقى شدة الاضاءة دي من تضفق على مساحة لكسافة ضوئية على مسافة قال لي استنى حضرتك ايه دي اللمبة او المصباح خارج منها التضفق الضوء بتاعي اللي هو لما بيبقى خطه اتنين وثلاثة واربعة وخمسة ومية والف عدد الخطوط الضوئية دي كلها اسمها كسافة ضوئية اللي هي الاي فما بلعدناش كتير عدد الخطوط التضفق دي اسمها كسافة طيب المسافة نفسها بقى قال لي كل ما بيعدت المسافة دي كل ما شدة الاضاءة هنا قلت يبقى كل ما بيعدت المسافة كل ما شدة الاضاءة قلت عند النقطة دي فبالتالي اصبحت ان شدة الاضاءة على قطعة عكسية بين المربع المسافة بين المصدر والنقطة اللي انا ايه اللي احنا بنقس عندها شدة الضوء عشان كده قال لي ان المربع او قانون التربيع العكسي بيقول إن شدة الإضاءة تتناسب عكسيا عشان دي في البسط ودي في المقام مع مربع المسافة بين المصدر والنقطة المراد إيه؟ المراد إضاءته هو ده مصطلح أو المقصود بقانون التربيع العكسي تمام؟ يبقى قانون التربيع العكسي هو قانون بيقوب ينص على إن شدة الإضاءة بتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافة اللي بين المصدر وبين السطح اللي احنا بيقياس عليه شدة الإيه؟ شدة الإضاءة بتاعتنا ما قردي كده كده داخل معايا في السطح بتاعي داخل المساحة وداخل التدفق اللي خارج من المصدر ده بنسميه قانون التربيع العكسي طب القانون التاني اللي هنشوفه دلوقتي على الشاشة وهو قانون جيب التمام قانون جيب التمام جيب التمام دي يا شباب رياضيا اللي احنا بنقول عليها جيب تمام الزاوية أو اللي بنقول عليها الجتة بالعربي أو كوزين الزاوية بالإنجلش كوزين الزاوية يبقى جيب التمام اللي هو الجتة أو الكوزين فإذا القانون بتاعنا هيحصل فيه ايه؟ نفس القانون السابق اللي بحسب بيه شدة الإضاءة ولكن هيدخل معانا عامل جديد أو برامتر جديدة اسمها قوزين الزاوية بين المصدر وبين المسافة الربطة بين المصدر والنقطة آه طب بص بقى حضرتك هنا لا ده هنا فيه حاجة يفرق ايه القانون ده عن القانون السابق اللي هو قانون التربيع العكسي واللي اتنين بيشتغلوا أو بنستخدمهم لحساب كسافة الضوء أو شدة الضوء على سطح معين أو عند نقطة معينة قال لي يفرق في القاتل يفرق في وجود النقطة أو موقع النقطة من المصدر في لما جينا رسمنا في الورقة اللي فاتت في قانون التربيع العكسي كان النقطة أسفل المصدر مباشرة كانت النقطة أسفل المصدر مباشرة لكن هنا النقطة اللي هحسب عندها شدة الإضاءة بتبعد عن المصدر بخط مايل يعني ما بتبقاش هنا تحت المصدر مباشرة هنا لا ده بعيدة عن الايه؟ عن المصدر لو قلت إن المصدر هنا هو L اللي هو قدامي ده اللي هو رمز L اللي هو اللايت وهنا النقطة الأو دي هي الأسفل المصدر على طول والنقطة إيه؟ هي نقطة بتبعد عن المصدر بمسافة معينة لو حبيت أحسب بقى هنا عند النقطة إيه؟ فأصبح إن هنا في مسافة بين المصدر وبين النقطة ولكن بزاوية ميل اسمها سيتا يبقى هنا الزاوية دي هتغير معايا في مستوى الإضاءة وصرعة انتشار الدوق أو شدة انتشاره عند النقطة دي فهتصبح شدة الدوق أسفل المصدر غير لما يكون النقطة بعيدة عن المصباح بمسافة فهيدخل معايا عامل الزاوية عامل الزاوية هنا اللي هو جيب التمام بتاعه اللي هو الكوزين طبعا إحنا عارفين إن الكوزين هو دايماً بيبقى مجاور على وطر مجاور على وطر يعني الـ H اللي هو المجاورة هو مجاورة لمين؟ مجاورة للزاوية H على R عشان بعد كده لما جنشتغل في المسالة أو في الحسابات هو H على R اللي هو مجاور الزاوية على الوطر اللي رابط بين راس الزاوية والنقطة اللي أنا هحسب عندها طيب كلام جميل قوي يبقى هنا قانون جيب التمام بيقول إيه بقى؟ بيقول إن شدة الإضاء بتتناسب عكسياً مع مربع المسافة بين المصدر والنقطة وترضياً مع كسافة الضوء الخارج من المصدر وترضياً مع كوزاين الزاوية المحصورة بين ضلعي المصدر اللي هو الشوعة الواصل للنقطة والشوعة الواصل لأسفل المصدر مباشرة تمام يا شباب؟ وتبقى برضو هنا الوحدة باللقس طيب تعال نشوف اللي بعد كده نحسب الإضاءات الداخلية بالمباني إزاي؟ أول حاجة بتحسب الإضاءة الداخلية بالمباني على أحد النظامين التاليين إيه هم النظامين دول؟ أول نظام وهي إضاءة عامة فقط لكل المكان إضاءة عادية جداً بنوزعها على المكان بشكل عام بدون التركيز على مستوى معين أو على نقطة معينة إذا كان مستوى الإضاءة المطلوب مناسباً أي غير مرتفع جداً يعني مش مطلوب مني أن أنا أعمل فوكس أو أعمل سبوت أو أعمل اللايت على مكان معين بمستوى عالي فبالتالي بوزع بتوزيع عام أو إضاءة عامة للمكان كل النظام التاني وهي إضاءة عامة للمكان بالكامل بالإضافة إلى إضاءة مركزة على أماكن العمل حيث يضاء المكان بمستوى متوسط وتضاء أماكن العمل بأضواء مركزة بمستوى مرتفع مناسب للعمل يعني لو أنا على سبيل المثال عندي مكان بشتغل فيه المكان ده عايز أعمله إضاءة حاجة من الاتنين يعني بعمل إضاءة عامة للمكان زي البيت مثلا آآ قاعد مثلا في أو قاعد في مكان أو في وقاعد بعمل إيه إضاءة للمكان بالشكل كامل لمجرد أن هو يعمل لي إضاءة للمكان اللي أنا قاعد فيه طب لو أنا شغال بقى في مكان تاني مثلا في المدرسة أو شغال في في مصنع أو شغال في في مثلا في في حجرة عامات في المستشفى بيبقى مطلوب مني أو مطلوب إن أنا الإضاءة اللي خارجة من المصدر الضوئي غير إن أنا قادي المكان بالكامل بشكل عام أضيف كمان إضاءة مركزة على السطحة أو المساحة اللي أنا شغال فيها بتركيز أعلى خلاص يبقى أنا عملت إضاءتين في نظام واحد يا إما نظام عام وده في الأماكن العادية اللي مش مطلوب فيها تركيز أو مستوى إضاءة عادي ويا إما بعمل إضاءة عامة مع أو بالإضافة إلى إضاءة مركزة على سطح المكان اللي أنا شغال إيه اللي أنا شغال فيه لو عايز أوضوها أكتر لإضاءة أكبر بمستوى أعلى تمام ديول النظامين اللي بنعمل بيهم حسابات الإضاءة داخل الأماكن الداخلية لأن حسابات الإضاءة داخل الأماكن المغلقة غير في تواجهات المباني والمنشآت أو المحال أو الأماكن التجارية غير زي ما قلنا في الأماكن المكشوفة والصلاة الرياضية بتختلف توزيعها ويختلف قوتها وأنظمتها على حسب طبيعة المكان والمطلوب مني داخل هذا المكان طيب هنشوف بعد كده تاني بعد ما نتعرف على أنظمة الإضاءة وداخل الأماكن المغلقة والمباني هنشوف كمان العوامل المؤسرة على حسابات الإضاءة ايه هي العوامل اللي بتؤثر على الإضاءة في الحسابات نفسها عندي حاجة الأولى العوامل اللي بتأثر على شدة الإضاءة خد بالحضرتك العلوان الرئيسي هنا العوامل المؤسرة على حسابات الإضاءة يعني اللي هتأثر معايا أثناء الحسابات أول عامل فيهم رئيسي بتقسم لها على اتنين هو العامل اللي بيأثر على شدة الإضاءة نفسها طيب ايه هي العامل بقى بتأثر على شدة الإضاءة؟ قال لي أول حاجة الكسافة الضوئية آي ليه بالشمعة أو بالكندلة وبتتناسب ترضي مع شدة الإضاءة من قانون التربية العكسي أو من قانون جيب التمام أثبتناه اتنين مربع المسافة بين النقطة الضوئية والسطح ليه أر تربيع وبتتناسب تناسب عكسي بالزبط ده اللي احنا وضحناه برضو في قانون التربية العكسي وقانون جيب التمام تلاتة معامل اسمه معامل الصيانة أو المنتنس فاكتور اللي بنيديه رمز اف ام ناخد بالنا الحاجات دي مهمة جدا يا شباب بعد يذنكم معامل الصيانة أو الف ام أو المنتنس فاكتور ده معامل بيعتبر داخل معانا بيحدد شدة الإضاءة مش مجرد بس بكسافة الضوء والمسافة اللي سألت عليها فقط لا ده معامل بيبقى عبارة عن الإضاءة تحت الظروف الفعلية أو الحقيقية على الإضاءة عندما تكون الأشياء نظيفة يعني ايه؟ واحدة واحدة كنا مع حضراتكم عشان نوضح بس الكلمتين دول موضوع ان انا احسب معامل الصيانة واقول ان هو عبارة عن الإضاءة تحت الظروف الفعلية والحقيقية على الإضاءة لما تكون كل الأجزاء نظيفة يعني ايه؟ حضرتك دلوقتي عندك مصدر ضوء في المكان كشاف مثلا أو سبوت أو ايا كان حضرتك ايه هو معامل الصيانة بقى بالنسبة للمصدر دوت اللي هيأثر معاه شدة الضوء لو انت حضرتك جابت كشاف دا الأول مرة لسه طالع من الكرتونة بتاعته من قلبته وشغلته مستوى الإضاءة هنا هيكون كويس وعالي وواضح ورؤية مضيفة جدا فمعامل الصيانة هنا هيبقى مية في المية واحد مية مية مش هيبه فيه أي فقد في الدوق اللي نازل طيب مر عليه بالوقت كده شوية بيبدأ شدة الإضاءة اللي في المكان هتبدأ تقل طب السبب ايه؟ رغم ان الباور اللي داخله هو هو والمصباح على نفس الارتفاع والكشاف هو هو اللي انت مستخدمه طب ايه السبب؟ السبب ان بيحصل تراكم للأتربة والأتخنة والأبخرة اللي في المكان على السطح الخارجي أو العدس الخارجية بتاعت الكشاف أو المصباحة أو المصدر اللي عندك طب الطبيعي هتبدأ يفقد أو هتحكي بجزء من الأشعة الضوئية أو الأشعة كاروما نسالة اللي خارجة من المصدر فإذن اللي المفروض يطلعه المصدر مش كله هيجيلك ده هيتحجب منه جزء نتيجة الأتربة والأبخرة والأتخنة اللي تراكمت على الايه؟ على المصباح يبقى إذن معامل السيانة هو الواقع الفائل للضوء اللي خارج عندك نتيجة الأتربة دي والتراكمات دي والواقع اللي المفروض يكون عليه لو الكشاف ده نضيفه وبحالته جيدة جدا بدون أي أتربة بدون أي تراكمات ده بنسميه معامل الايه؟ السيانة أو المنتنس فاكتور أو الاف ام ده هيدخل معايا في حسابات الإضاءة يعني لما أجي أحسب شدة الإضاءة في مكان معامل الإضاءة معامل السيانة نفسه ليه قيمة لازم أراعيها عشان أزوت شدة الإضاءة في الحساب فلما يجي يتفقد منه نتيجة الأتربة والتراكمات يديني شدة الإضاءة المطلوبة فين؟ في المكان ما يبقاش مثلا مثلا مطلوب مني ميتلاكس في المكان دوت؟ واجي أركب مصباح يديني الميتلاكس بس أجي مع الوقت ألاقي اللي جايلي وعلى فكرة الإضاءة والحاجات دي يا شباب بيتمك ويسهب أجهزة دلوقتي موجودة حديثة أقدر إيس بها شدة الإضاءة في المكان طيب ما جيش إيس؟ ألاقي بدلا ما خارج لي ميتلاكس في المكان؟ آآ خارج لي سبعين تمانين يبقى فيه فقد عشرين في المية؟ لا وخصوصا في الأماكن الهمة اللي ما ينفعش فيها تغير مستوى الإضاءة طيب بستخدم هنا بروح مدقة المعاملة إيه؟ الصيانة طيب المعامل اللي بعده اللي احنا هنشوفه دلوقتي معامل اسمه معامل الاستخدام أو ده معامل اللي هو الفيو بيساوي اللومين الفعلي الواصل للسطح على اللومين الكل المنبعث من مصدر الضوء يعني يعني يا شباب الكلام دوت يعني المصدر دلوقتي انت مركبه زاوية التركيب بتاعته وزاوية التوجيه والتراكمات اللي عليه خرج من المصدر ده هو المفروض وانت مركبه هو طلع لسه من كارتنته جديد يديك ألف لومين مثلا لقيت ان اللي واصل عندك لما جيت است بجهاز القياس واصل طب راحوا فين المتين البقيين آه حاجة من الاتنين يا اما زي ما قلنا نتيجة التراكمات والأتريبة والأبخيرة والأتخينة تراكم عليه ففقدت جزء يا اما في جزء اتعكس للسقف او اتعكس لأماكن اخرى نتيجة توجيه زاوية الايه زاوية الاضاءة او نتيجة استخدام العواكس او استخدام المرايات او الكلام ده كله فنلاقي ان الكمية الفعلية اللي وصلت للسطح مقسومة على الكمية الحقيقية اللي المفروض تخرج من اين من المصدر اللي اتنين دول اسموهم معامل الاستخدامة اللي هو دي عوامل بناخدها في حسابنا اثناء حساب شدة الايه شدة الاضاءة عشان لما يحصل فقد معايا في الكمية بتاعت الضوء او شدة الضوء ابقى مراعيها بالزيادة هذي العوامل عشان خاطر يوصل لي في الاخر خالص على السطح التاعي الاضاءة اللي مطلوبة بتاعتنا بدون اي فقد لأي سبب من الاسباب طيب ايه تاني اللي هيقصر معايا في شدة الاضاءة نشوف كده بقية العوامل اهو الجزء التاني طريقة الاضاءة نفسها ونوع الوحدات المستخدمة اهو خبال حضرتك ومعليش نرجع تاني هنا احنا قلنا ايه في الاول قلنا ان العوامل المؤسرة على حسابات الاضاءة اول حاجة عوامل بتؤثر على شدة الضوء عوامل بتؤثر على شدة الضوء اللي هما الاربع عوامل الجزء التاني اللي هو في عامل الاضاءة اللي بيأثر على الحسابات وهي نوعية الوحدات المستخدمة وطريقة الاضاءة سواء كانت طرق اضاءة مستخدمة على حسب بتنقسم الى انواع مختلفة يأما اضاءة مباشرة او اضاءة نصف مباشرة او اضاءة غير مباشرة او اضاءة نصف غير مباشرة اربع انواع شباب ودول ان شاء الله اللي هنستكملهم مع بعض في الحلقات القادمة ونعرف الفدء بين توزيع الاضاءات في المكان سواء كان اضاءة مباشرة على النقطة اللي انا عايز اضيقها او بشكل غير مباشر او بعواكس وده ان شاء الله هنشوف الحلقة اللي جاية نترككم في رعاية الله بنجاح وتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته